مسلسل يعرض على القناة الرسمية في وطننا المغرب يعمل على إظهار الشيخة التي تتغنى بالغناء الساقط والكلام البذيء الفاحش على أنها هي القدوة كما قالوا على راقصة في مصر هي الأم المثالية يجعلون عقوق الوالدين وكأنه حق للولد يمارسه على والدين هذا هو المنتوج المأفون ألم نتعذ من خلال تلك السنوات التي عشناها وهي السنوات عجاف زمان كورونا لم نتعذ مع الأسف حينما علمنا يقينا أن هؤلاء الفنانين وهؤلاء الذين يعملون على اجتتات الأخلاق والفضيلة لم ينفعوا الأمة من كان في المقدمة الباحثون والأطباء والأساتذة والعلماء الذين يذكرون الله تبارك وتعالى بأن هذا ابتلاء ومن صبر فالله يرفعه من درجاته ومن مات نرجو أن يكون شهيدا إن كانت كورونا طاعونا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لم ينفعوننا فالذي لا ينفعك في وقت الأزمات ماذا نريد به وقت الصراء أنت إذا أحببت أن يستجيب الله دعائك وتكون صاحب دعوة مستجابة فأكثر من ذكر الله وقت الصراء وزمن اليسر ووقت القوة والشباب والطاقة لن تدوم لك هذه القوة انظر إلى أبيك أو انظر إلى جدك ربما يرقدوا في العناية المركزة لأنتم تشكين